اشتركوا في القناة وأن حان الوقت أن نطلق هذا النقاش المجتمعي وأن ننضج ونسترع لها توافقاً مجتمعياً حول نصف وأن لا يصفينا فتح النقاش حول المواضيع اللي ربما لازلت تشكل طابوهات داخل المجتمع أنا ما كان قلش بأن الرأي دي اللي يخص يكون هو سائد وللرأي الآخر سائد ولكن عدم تجري من الرأي الآخر وبالخصوص فيما يخص قضايا الإرض لكن الآن كان أصوات من داخل المدارس الفقهية المتعددة من داخل المنظومة الدينية اللي كتقول بأنها ممكن أن يعمل باجتهاد متنور وأنه راجع بعض مقتضيات الإرض اللي زازل فيها حيف ضد النساء على رأسها مثلاً تعصيب تعصيب الآن كان تشبه إجماع على مستوى المدارس الفقهية كتقول بأنه ما عنداش قواعد أو ما عنداش غير مؤسسة دينياً أنا بالنسبة لي لخص نفتح نقاش وأن ننصد للآخر وأن لا نجري من الرأي الآخر وأن ننضج جميعاً توافقاً مجتمعياً حول إصلاح مدونة الأسرة حماية لحقوق الدستورية والكونية للنساء ومراعة للمسلحة الفضلة للطفل وحماية أيضاً لحقوق الرجل ترجمة نانسي قنقر